أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دار الطبيب للمسم السادس على قناة الصحة والجمال دايما برنامج دار الطبيب بيكون له حلقات مميزة في طب وجراحة العيون ده طبعا بناء على طلبات السادة المشاهدين وإمانا من برنامج دار الطبيب دايما إنه هو يكون الأداة لإصال المعلومة بكل شفافية طب وجراحة العيون شاهد في الأوينة الأخيرة تطور كبير جدا لدرجة إنه بقى فيه كتير من السادة المشاهدين مش فاهمين مصطلحات كتير عشان كده النهاردة هنستغل وجود ديفي الكريم معنا وحنجاوب على كل استفساراتكم ديفي الكريم النهاردة دكتور باهر جرجس داود دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأسكندرية وعضو الجامعية الرمادية المصرية وزميل كلية الجراحين جامعية الأمريكية لزراعة العدسات انتظرونا مساء الخير يا دكتور باهر نور أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة للمشاهدين إن شاء الله دكتور باهر في بداية حلقتنا عايز أتكلم مع حضرتك عن موضوع مهم جدا فيه كتير من السادة المشاهدين عندهم كمية استفسارات فيه وصلت لحد إنه بيبقى فيه انعدام في الثقة في الطبيب بسبب كتر المصطلحات اللي بيسمحها يسمع مثلا من طبيب انت ليك حل وطبيب تاني يقوله للأسف ما فيش حال القرانية المخروطية في البداية عايز أعرف من حضرتك بشكل مبسط يعني إيه القرانية المخروطية ليه أو لسادة المشاهدين تمام هي الموضوع سهل جدا هي القرانية المخروطية احنا عارفين القرانية بتاعتنا كلها اللي هو الجزء الشفاف من العين اللي هو النافذة بتاعت الضوء للعين دي عبارة عن جزء من كرة يعني الشكل بيبقى مورو ليس كرة والشكل لما بيبتدي يحصل فيها أن يكتسب شكل المخروط بنسميها قرانية مخروطية وده بيحصل ليه؟ لأن التحدد بتاع العين بيبتدي يزيد التحدد بالعين زاد من إيه؟ أن الأنسجة بتاعت الخلية حصل فيها بتاعت القرانية حصل فيها ضعف وترقق فما بقتش متماسكة مع بعضها فالضغط العين العادي الطبيعي ابتدى يخليها تبرز لبرة وتاخد شكل المخروط كل حاجة بيتغير شكلها عن الشكل الطبيعي بيتاخد صفات حاجات تانية فبتدت تاخد صفة مرضية بدل ما الإنسان كان بيشوف والصورة بتقع على مركز الإبصار في وضوحه شايفها الإنسان طبيعي لأ ابتدى يشوف فيه أعوجيك في الصورة في المراحل الأولانية الصراحة ما بتبقاش باينة قوي يعني العيان كل شوية حس إن الندارة مش مظبوطة وعايز كل شوية يروح للدكتور عشان يزبط الندارة بس فيزبط له الندارة يقعد بيها كم شهر كويس وبعدين يروح للدكتور تاني لأ أنا حس إن الندارة مش مظبوطة في المراحل الأولانية بعد كده بتبتدي المرحلة تزيد سوءا فبيبتدي لا أنا مش شايف كويس وأنا شايف الشكل الكشفات العربية حواليها هالة ضوء لا أنا شايف الشكل مش واحد ده شكل دبلوبيا في شكل جنبيه شكل تاني أو بوليوبيا جنبها كذا شكل يعني الحاجة جنبها في كشفات العربية واحد اتنين تلاتة بعد كده رؤية ضبابية وبتصل في مراحل متقدمة خالص إنه مش شايف لأنه ابتدت قرانية تتحول إلى قرانية معتمة من تطور المرض طيب خلينا استغل وجودك معي دكتور باهر وقولك حاجة بتحصل مع كتير من سيدة المشاهدين لما بيكون عارف إن هو مصاب بالقرانية المخروطية بعض الأطباء يقولوا للأسف لا إحنا هناخد اسلوب في علاج القرانية المخروطية دايماً بيجي كولبة عند المشاهد إن أنا مش هينفع من العملية تصحيح الإبصار بشكل واضح وصريح هل عملية تصحيح الإبصار تنفع لمريض القرانية المخروطية تمام هو الأول لازم نعرف إحنا دلوقتي عندنا حاجة ضعيفة يبقى الحاجة الأولانية خالص اللي احنا نفكر فيها نحن نأول حاجة دي نخليها صلبة أو صلبة عشان ما تدينيش مضاعفات أول حاجة دي اللي أنا بفكر فيها أنا عندي دايماً دراسة أنا عندي حالة العيان المقاسات بتاعته أو الرفلكشن بتاعته أو مقاس ضعف النظر بتاعته عندي الأشعات بتاعته اللي هي سواء توبوجرافية القرانية أو البنتة كام هو دا مقاليني شكل القرانية بتاعته ايه من الداتا اللي عندي دي كلها هقدر أقول للعيان احنا هنعمل ايه بس الاتفاق الأولاني اللي احنا هنعمله حتى زمان كان بيأجل العملية يعمله قرانية يعمله عدسة صلبة ويأجل الموضوع دا من الصح من الصح من الصح أول حاجة وانس إن أنا شخصت إن دي قرانية مخروطية وتشخيص القرانية المخروطية مش أنا شخصتها بورقة واحدة لا بتزيد أنا بعمل أشعة وبعد ست شهور باعتها وبشوف الرفلكشن بتاعه لقيت بيحصل تطور في الحالة يبقى أنا لازم أوقف واحد اثنين ثلاثة أنا لازم أثبت الحالة وهي دا تزبيت القرانية وتزبيت القرانية دي عملية سهلة جدا إن أنا ببتدي أخلي الأنسجة بتاعت القرانية باستخدام نوع معين من الصبغة وأشعة معينة من الأشعة البنفسجية إن أنا أثبت القرانية دي إنها ما تضعفش بعد كده أنا بفكر الداتا قدامي لو واحد مقاس النظر بتاعه لسه في أوله خالص اكتشفها بالصدفة هو نازل يعمل تصحيح نظر قالوا لأ أنت عندك قرانية مخروطية المقاسات بتاعته بسيطة والقرانية عنده تسمح في نطاق معين حاجة بسيطة خالص اللي هتتشال من القرانية إن أنا أعمل له تصحيح وعمل له تزبيت إنما إيم الأساسي بتاعي إن أنا أوقف التطور إن أنا أوقف التطور طيب بما أن حاجة ذكرت موضوع إننا نوقف تطور القرانية المخروطية كتير من الأطباء بينصحوا في عملية الكروس لينكيتش تمام عايز أعرف من حاجة هل هي فعلا بيكون الأداة الفعالة والأمثل إن أنا أوقف بيها تطور القرانية المخروطية وبعد كده أبتدي أفتح سيكشن للتصحيح الإبصار هو عصد دي كونتروفيرس عليها كلام لو أنا هسبت فأنا معناها إن أنا ثبت الطبقات الأولية أو الأمامية للقرانية فما جيش أنا أعمل تصحيح وأشيلها بعد كده فأنا من الأول أنا بقول للعيان أنا هعمل لك كده بس المرة جاية لو ينفع لو ينفع إن أنا أعمل لك تصحيح هعمل لك تصحيح وسبت تاني القرانية تمام يعني الإيم الأساسي إن أنا لأ أخلي القرانية سبتة إنما تصحيح النظر ده ممكن أصلحه بأي حاجة تانية بعد كده يعني سي مثلا بعد ما جيت عمل تثبتت القرانية لقيت المأساس بتاعته ضعيفة أنا ممكن أحط له عدسة جوه العين فوق عدسة العين ويشوف كويس جدا بس ده بعد ما تثبت القرانية خالص وتأكد من ثبات ضعف النظر اللي عنده أو ثبات القرانية المخلوطة دكتور بهرف طبعا ما ينفعش حاجة تكون معايا ديف وما يعني ما أسألكش السؤال ده كتير مسادة مشاهدين بيسمعوا عملية الألترا ليزك لتصحي الإبصار عملية الليزك السطحي لتصحي الإبصار عملية فيمتو ليزر لتصحي الإبصار طبعا كلها مصطلحات بالنسبة للمشاهد ومش عارف طب مين الأفضل هل فعلا هيكون مثلا في عملية هتدي نتائج أفضل من التانية وبالأخص إن حاجة عارف طبعا المشاهد بتاعنا أو المجتمع المصري بشكل عام فكرته عن عملية تصحي الإبصار إن أنا حقلع عن نظارة ونظر حيكون ستة على ستة شر فإحنا عايزين في الأول ننقل صورة واقعية بتاعت المريض بتكون أكبر بكتير من الواقع ده صحيح المريض حيستفيد بيه من عملية تصحي الإبصار إيه هو؟ وفي نفس الوقت إزاي المعيار الأساسي لحضرتك على أساسه بتكرر استخدام أنه عملية في تصحي الإبصار للأسف فيه جملتين بنسمحهم والاتنين خطأ جدا ولما بيقولهم العيان دي لازم نوقفه ويبقى فاهم أول واحد اللي بيجي لك يقولك أنا عايزة أعمل العملية عشان أبقى ستة ستة وأشوف كل حاجة بالضبط دي مش موجودة اللي احنا بنوعده به دايما انت اللي انت شايفه بالنظارة هو ده اللي هتشوفه بعد العملية بس من غير النظارة أو سواء اللي انت كنت شايفه بالنظارة أو العدسة ده اللي انت هتشوفه إنما أنا مقدرش واحد عين وكسلانة أو واحد النظر ما بيوصلش لحد نص العلامات واقوله بعد العملية هتشوف فاقوة إلا ده يبقى مش مش طبق أو حاجة صحيحة تاني حاجة اللي يقولك الحقني يا دكتور ده النظر بيضعف بسرعة وانا عايزة أعمل حاجة عايزة أعمل عملية تصريحة عشان يوقف فيش حاجة كده احنا بالعكس ده احنا ما بنعملش العملية إلا لما يزبط النظر فانا ماينفعش واحد نظر عمال يضعف أعمله عملية ده مش موجود خالص فالحاجتين دول مش موجودين طب واختيار نوع عملية تصريحة الإبصار بيكون مبني على أساس إيه؟ تمام أولا الاتفاق إن مافيش حاجة واحدة في الدنيا ينفع يستخدمها كل الناس ماينفعش نعمم ماينفعش نعمم مافيش حاجة عندي جاكت كويس كل الناس هتلبسوا إبقى كويس عليها مافيش حاجة سماعك كده أو عربية كويسة كل الناس هتركبها دي حلو لا كل حاجة فيها ميزة وفيه عيب آه في حاجات طب أو أحسن من حاجات بس ده بيرجع للداتا بتاعتك واختيار الدكتور ماينفعش حد يجي لك ويقولك اعملي دي لا مش هو اللي هيعمل لأن في الآخر هو هيقولك انت عملت لي كذا مش أنا قلت لك اعمل دي كذا عارف طبعا العادة أنا عندي ابن عمي نظره بقى كيس من الفينتوليز هو شاف كده خلاص في حاجات لا أنا واحد دي مارس رياضة عنيفة وثمك القرنية عنده ضعيف وضعف النظر ضعيف ده أسلم حاجة ليه يتعمل لزك سطحي بس ما اعملوش اي حاجة تانية مش حاجات تانية هتبقى احسن لا ما قداموش غير دي اه الفينتو ليه حاجاته واه ادينا ادفانتج كتيرة ودينا مور اكيريسي عن الحاجات التانية اه بس ليها حالتها ليها الحالات اللي فيها سينكورنيا ليها الحالات ان انا عايز ازبطها الحاجات معينة عايز ااخد شكل فلاب معين غير الدائر الطبيعي اللي بتاخده يعني كل مريض له السركمستانسيس او الظروف المحيطة بيلا على اساسها بتقرر الافضل له بالزرح صحي كده؟ بالزرح ده صحيح طيب خلينا انتقل معك لجزئية تانية مهمة برضو جدا حالك عارف طبعا ان العين اكتر عضو حساس في جسد الانسان عمتا ده تامية لما بيجي لأي انسان طبيعي بيسمع كلمة كرحة في القرانية اه او كلمة خدوش في القرانية لفظ كرحة لنفسه بيفزع المريض عايز اعرف من حضرتك ايه الاسباب اللي بتخلي فيه كرحة في العين او في القرانية وفي نفس الوقت الخدوش بتحصل ازاي انا موافق حضرتك انه كرحة لازم يتفاذع المريض طبيعي لازم ليه؟ لان هو ده النسيق اللي ربنا خلقه عشان يحمي العين لو انا عندي دلوقتي الجلد متشال بتاع واحد طبيعي اي ميكروب ممكن يخبط فينا من اي حت فانما واحد يكون عنده كرحة معناها ان الطبقة الطلاقية للعين متشالة او متخربشة او متعورة او مش موجودة فاي ميكروب حتى اللي عايش طبيعي عنده يقدر يدخل جوه العين ولا قدر الله ممكن تنتهي بحاجة مش كويس فالنازم اللي عنده قرحة في العين يحترم القرحة كويس جدا يعني يحترمها كويس جدا يعني لازم نضافة تمة الاطراض تتحط زي ما الدكتور بيقوله لو عايزها تتغطى لازم تتغطى الحاجات دي مفيهاش ظال لان الخسائر بتاعتها ما بترجعش اصعب خلية ان انت ممكن تدخل فيها ميكروب وتقول لها ومستني النتيجة هي العين لان في ثانية ممكن تفقد كل حاجة عشان كده الخدوش مفيهاش بيطيها ريكوفري مفيهاش رجوع تاني النفس بيطاق وربنا خلق ان فيه حاجة اسمها سنسيشن فيه احساس على طول لا تخيل واحد دخل في عينه ترابايا او دخل في عينه على طول بيدمع وعنيه على طول ملتاق يعني حاجة بتقوله لا اجري يشوف فيه ايه بسرعة فبتبات على العموم هي الخدوش هي الحاجات السطحية البسيطة انما القرح انها بتاعت تاخد جزء من خلايا داخلي اعمق اسبابه بتقول ايه يا دكتور بايا اكتر سبب عندنا طبعا اللي هو العدسات اللسقة اللي هو لبس العدسات اللسقة طبعا العين بساعات يخلي الطرف بتاع العدسة يغبط في العين فدي يعمل frequent كل شوية يعمل خلبوش في العين تاني حاجة فيه بعض الناس تشتغل في وظائف فيها تعرض لريش تعرض لحاجات مستمرة تدخل العين طبعا حاجات تانية مواد كيميائية لو دخلت في العين بكتيريا وانا معركتهاش وسبتها عملت في العين القرحة الفيروسية والمناعة قلت فتبتدي الفيروس ده يبتدي يعمل قرحة في العين كل حاجة لها الكاركتر بتاعها والشكل بتاعها برضو فيه نقطة يا دكتور بايا رايزة وحاك نتكلم مع بعض فيها عشان حاجة ذكرتها موضوع العدسات اللاسقة حاجة عارف طبعا ان فيه بعض الفئات اللي بيكون عندهم بسبب عملهم بيكون فيه خدوش او بيكون فيه رايز زي ما حاجة بتقول عملهم بيستدعي ده فممكن يقز العين انا ما خلينا نقول بقى اللي ما عندهوش حاجة تستدعي ده زي ما حاجة ذكرت العدسات اللاسقة طبعا فيه كتير من السيدات وصل بهم الموضوع ان بيكون عندها مناسبة او حاجة فتقولك انا عايزة قلب سلانسيس او عدسات اللاسقة حاجة عارف طبعا ان المصادر الطبائية لعدسات اللاسقة كتير اه بس للاسف الموضوع وصل انها بقت موجودة تحت البيت عند اي حد قاس حاجة توضح لي والاستاذ المشاهدين ويبقى تنويه من دكتور باهر ليهم خطورة العدسات اللاسقة عمتنا على عين بيكون يعني الحاجة الغريبة ان احنا زمان كنا واخدين بدنا من السبعينات كان معمول قانون ان ممنوع العدسة اللاسقة تطلع برا الطبيق يعني ما ينفعش يعني العيان انه ياخد دواء في بقه حتى في البق ما غير ما يروح لدكتور او للصيدرية ياخده دواء من الصيدرية فما بالك ده حاجة بياخدها ويحطها في عينه وللأسف دلوقتي بياخدها من حتة مجولة المصدر يروح ياخدها من كوافير ياخدها من صيدري ياخدها من تا مش مكتوب عليها اي حاجة منها اقول لي حالك مش مكتوب عليها اي حاجة لا تاريخ الصن ولا تاريخ الانتهاء ولا كمية المياه اللي فيها ولا ترخيص بتاعها يمكن انها تستخدم داخل العين النتيجة انا بلبس حاجة مفهاش الفتحات او الوقاية اللي تنفس العين الطبيعي بيحصل ايه بقى للعين انا اخدت حطيت فوق واحد بيتنفس روح تكتم نفسه بيها يبتدي يحصل الاول يقول لك انا لبست العدسة لقيتها غيمت مش شايف بعد كده يقلع العدسة يا اما تلاقيه بيصوت او يعني واجع جامل جدا ومش شايف وعمل القرحة ودموع وممكن تدخله الى اللي احنا قلنا عليه توصل لفقدان يبا بان ملهاش لازمة في الاساس ملهاش لازم عشان برضو ما نزمش العدسات العدسة لازم اجيبها من مصدر موسوخ بي اخد البيانات كاملة نوع العدسة دي ايه ونوع العدسة اللي بيقوله يومية شهرية اسبوعية مش معناها قاعد لبسها طول الفترة دي ما غير معتني بيها ولا ننظفها ولا دي معناها العدسة دي فيها كمية مية قد ايه وتقعد قد ايه نوع المحلول اللي انا هستخدمه نوع المحلول ايه تنظفها ازاي يعني ممكن حاجة بسيطة يعملها العيان يضيع عينه واحد رح غسل العدسة بمية هيجيله مرض بحاجة اسمها قميبة اوحادية الخلية ده غالبا دي ما بتنتهيش غير يا بترقيق قرانية يا فقدان النظر تاقي كتور باير انا عايز اتكلم ما حاجة في موضوع كتير جدا بس حاجة عارف طبعا ان وقت البرنامج يعني احنا مش محتاجين بيكونوا موضوع حال احنا عايزين كتير من الحلقات تفضل بشكل يعني فيه اجاز قبل ما ننتقل لموضوع المايا البيضاء عايز اعرف من حضرتك هل كل امراض القرانية بمعنى اذا كانت قرانية مخروطية او قرانية فيها كرحة او قرانية فيها اخدوش هل بيانتهي المطاف فيهم كلهم بالترقيع الكلي والجزئي ولا الموضوع ممكن يكون فيه لا الحمد لله يعني فيه بالعلاج الطبي بينفق بس عن شرط ان ما تجيش العتامة اللي حصلت بعد التقام القرحة قدام السنتر او المركز بتاع العين يعني لو واحد جاله سحابة او عتامة في اطراف القرانية مش هتعمل حاجة قوي غير لما يحصل فيه قدام البقرة بتاعت العين اللي احنا بنشوف بيها ففيه حالات لا بتعدي وفيه دلوقتي التطور زي ما حدرتك تفضلت وقلت ان فيه دلوقتي تلقيع قرانية جزئي ومش كلي فابتدى يدينا ان الحالات برضو اللي هي ما استجابتش نبقى فيها قدامنا وسائل برضو بقيت بيجيب نتائج مش وحش طب قولي بتتصرف ازاي دكتور بير في موضوع بنك طبعا العيون دلوقتي حك عارف ان الاستراد واقف طبعا لازمة فيروس كورونا والكوفيد 19 الموضوع وصل دلوقتي ان فيه شكوي كتير حتى بتوصل للبرامج الطبية بشكل عاد ده صحيح قزمة عدم موجود قرانية بتتصرف ازاي دكتور بير مع الحالات تمام هو طبعا ده موضوع يعني موضوع شائق جدا لو عرف العيان او الشخص اللي بيتبرع بالقرانية بتاعته بعد وفاته قد ايه فتح حياة تانية العيان تاني كانت حياته وقفت هيعرف ان الموضوع ده حاجة كويسة جدا انه يعملها هو طبعا المشكلة كلها امتى تتاخد القرانية او يقولك المتوفي ده ما كانش موافق انه يتبرع بالقرانية او الاهل يقولك لا ده تشوهت منظر الجسهة لما خدوا القرانية لازم يكون فيه توعية لازم يكون فيه توعية ان احنا بناخد القرانية بطريقة معينة ما فيش اي تشوه بيحصل في العين لان احنا قدي القرانية دي الجزء الشفاف اللي بره وبتحط الحاجة تانية مكانه انها تقفل العين مش زي ما الناس متخيلة ان العين بتطلع على الجواه ولا حاجة خالص تتحلل في ظرف اقل من شهر لو الايام ما تبرعش بيها يعني هي مش هتقعد طيب خليني بقى انتقل معك لموضوع كتير اوي من كبار السن بيعانوا منه تمام في كتير مساعدين اه دكتور باهر بيبقى عينيه كويسة جدا ونظره صحيح ومعندهش اي مشكلة بالكاد يكون ما رحش الدكتور او طبيب عيون قبل كده تمام اول ما يصل لكبار السن يبتدي عينه تضعف بشكل تدريجي توصل للميا البيضة في الاونة الاخيرة مصابين بالميا البيضة تمام عايز اعرف من حضرتك هل الموضوع ده حد الاعلاج فيه ممكن يوصل معنا لغاية فين ويعني ايه ميا وبيضة عشان للسادة المشاهدين المعرفوش يعني ايه ميا وبيضة تمام الميا البيضة كلمة ميا وبيضة احنا بنسميها ده عتامة في العدسة سواء جزء او كل يعني الجزء من العدسة عتم او كلها عتمت ربنا خلها كريستال كبيرة حاجة بتلمع عشان النور يوصل طبيعي ومنتظم ومافوش اي اعاقات لمركز الابصار فانا اشوف كويس لو حصل عتامة الصورة مش هتوصل كويس بس برضو عشان العيان يبقى فاهم العتامة دي لكل واحد حسب وظيفته حسب حياته ممكن تكون العتامة دي خفيفة بس عملت اعاقة للعيان انه يعمل حاجات كان بيعملها فدي تستلزم انها تدخل واحد تاني لا مش فرق او هو بيقول يعني السؤال للعسول نسأله العيان انت اللي احصل لك ده او اللي انت بتشتكي بي منعك من انت تقوم بكل الحاجات بتاعتك الطبيعية ولا انت بتعمل كل حاجة من غير مافي مشكلة لو قال لي من غير مافي مشكلة خلص خلص الموضوع انما لو قال لي اه لا ده انا كنت باشتغل كذا ومش قادر اقوم بالشغلان دي دلوقتي يبقى واجب علي ان انا اشيل المياه يعني برضو التدخل الجراحي او تدخل الطبيب في المياه بيكون راجع للمريض هل هي بتعييك حياته اليومية او لا ده انا فعلنته صحي كده بالضبط كده بالضبط كده طيب بنسبة للمريض اللي عايز تنتهي عنده مشكلة العتام على عين او المياه البيضة نقدر نقول مصر بقت فين دلوقتي في علاج المياه البيضة هل فعلا بقى انا متطورين زي الدول الاوروبية او زي الولايات المتحدة ان بنقدر احنا نوصل لعلاج نهائي للمياه البيضة او لسه شوية انا عايز اطمن خلاك ان في كل فروع العيون في مصر فعلا تضاهي وتعادل اللي بيحصل بره بالضبط ونفس الاجهزة اللي بنستخدمها هنا هم اللي بيستخدموها هنا دلوقتي والنتايج بتاعتنا الحمد لله بتقاري نسبة النجاح ادي ايه ان احنا نقدر نوح بنقدي على المياه البيضة لا هي المياه البيضة هي ان انا بشير العدسة وبحط عدسة تانية ما كانها لها العدسة الصناعية اللي انا بحطها فهي نسبة نجاحها عالية جدا جدا يعني بتعدي التسعة وتسعين ونصف في المياه الحمد لله طب بما ان حيك ذكرت انها بتتعدد تسعة وتسعين ونصف في المياه برضو انا دوري ان انا ان الحيك صوت الناس تمام في كتير من المشاهدين بيبقى بعد بعمل عملية المياه البيضة لسه بيشتكي او عنده بعض المضاعفات تمام هل ده بيكون كفترة مؤقتة ولا فعلا للأسف الموضوع مش بينزل بنسبة ساتوريتل بنسبة 100% تمام احنا قلنا فيه نصف في المياه ده بيحصل حاجات بتبقى عايزة تدخل تاني او حاجة تانية وفيه لذبت النجاح التانية فيها اجزاء بتاخد علاج الوقت معين وخلاص وترجع تاني طبعيا من الحاجات مثلا ان القرانية اتأثرت واحد عنده كان مشكلة في البطانة بتاعت القرانية اول ما عمل المياه او العملية كان فيها مضاعفات وحصل ان القرانية ضعفت ده بعض العملية حيلا انه مش شايف كويس سواء زي ما كانت العملية او في بعض الحين كمان اسوأ مما كانت في الاول دكتور في نهاية لقاءنا فيه موضوع برضو عشان انا بقول الله عشان الوقت اه اه لا اتفضل في نهاية لقاءنا فيه موضوع عايزة اسأل حضرتك فيه مهم جدا عشان فيه كتير من المشاهدين طلبوه اه مالك فيه نسبة من المرضى بيبقوا مرضى بحاجة ما يسمى بالجلوكومة او الميا الزرقى تمام مريض بيستهين بيها او ما بيعالجهاش بيقول الموضوع حيروح لوحده لان عرضها بتبقى خفيفة على المريض تمام فجأة بيكتشف ان الموضوع تتحول لكارسة اه عايزة اعرف من حضرتك يعني ايه جلوكومة او ميا زرقى على العين وازاي علاجها وإيه اللي بيحصل لو معالجناهاش تمام هي في بعض الاحيان كمان ملهاش اي اعراض خالص والعيان بيكتشفها بالصدفة او بتكتشف بالصدفة اثناء ما الدكتور بيكشف عليها الميا زرقى هي عبارة عن ارتفاع ضغط العين اللي بيعمل تغيرات ما هيستحملهاش العصب البصري ومجال الرؤية تمام يعني ايه انا دلوقتي ضغط العين دي رينج معين من 11 ال 21 الضغط دهو ضغط البسمي الضغط الطبيعي في الشخص العادي وبرضو هقول حاجة علينا خباننا مينة طول ما احنا فيه الضغط دهو في الرينج ده العصب الاصول كويس ومجال الرؤية كويس لو مكنش في الرينج دكتور بير العلاج بيكون ازاي بس في ايجازة طيب العلاج عندنا دلوقتي بيشمل 3 حاجات هو الجلوكومي الاول فيه جلوكومي زاوية مغلقة وجلوكومي زاوية مفتوحة العلاجات الاغلب الحالات تبقى جلوكومي زاوية مفتوحة تمام الجلوكومي الزاوية المغلقة ده العين ضغط بيتطافع مرة واحدة فده جاري بيطلب على طول المساعدة فبليه طريقة علاج معينة تمام يعني قدر دكتور باهر اول اللي احنا قدرنا نوصل احنا نعالج الجلوكومة بشكل نهائي تمام بس هو العلاج بقى تاعم نمشي ياما علاج طبي ولو في صورة اطراف ياما تدخل جراحة في صورة ليزر او جراحة دكتور باهل انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك اعزائي المشاهدين اتمنى تكونوا استمتعتم النهاردة ببرنامج طهر الطبيب تومتم بالصحة وسلامة طبيبك عمدنا